سيدة الوزير لماذا استقال عمر المنير يعني نائب حضرتك المسؤول عن السياسات الضريبية في وقت تحرج يعني احنا خلاص دخلين على موسم الضريب احنا خلاص دلوقتي بندفع ضريبنا احنا كميعا حرة وكشركات وشركات الشهر البعدي لا هو يعني الحقيقة يعني يعني هو يعني استقدم استقالته لسيد رئيس الوزراء وسيد رئيس الوزراء قبلها سيدة عمر المنير قام بدور يعني أكثر من رائع وممتاز كفاءة كبيرة جدا في حضرتك كنت جايب تلاتة من النواب وقلت ان هما دول يعني مساعديك في العمل لا صحيح صحيح يعني في مهنته في حرفته يعني على أعلى مستوى وكفاءة مشهود لها يعني على المستوى المحلي وحتى على المستوى الدولي لكن يعني بيبقى فيه تعاطر غباطل المسؤول في توييد معين انه هو بيأخذ قرار معين فده ده اللي تم حضرتك طيب آخر سؤال لي هو أنه الناس لما بتسمع كل الأرقام دي في النهاية المواطن بيقول يعني أنا 2018 حالتي فيها تتحسن دخلي فيها حيزيد بأي شكل حيبقى فيه فرص عمل توفر لي دخل أفضل ده السؤال اللي بيشغل الناس يعني ممكن أنا بهتم اقتصاديا بالأرقام زي حضرتك لكن الناس اللي بتتفرج علينا بتسأل السؤال الأبسط اللي هو أنا حالتي إيه في 2018 دي بصي حقيقة هو طبعا يعني احنا زي ما حقيقة عارفة احنا لسه فيه آآ آآ إطار لخطوات إصلاح اقتصادي لكن في نفس الوقت اللي دايما بنعمله بنبقى بنبقى خدين بالنا جدا أنه ما يسمى بشبكة حمل الاجتماعية وأنه لو أي إجراءات بتتم بيبقى فيه وصاتها آآ باكتش كويسة أو يعني حزمة من الإجراءات جيدة بحيث أنها آآ تعمل هذا الموضوع لكن حقيقة قلتي الكلمة في رأيي استحرية اللي هي إيجاد فرص عمل لأنه يعني الدولة يعني مهما كان عندها موارد أو اصطردت علشان آآ آآ تصرف على شبكات ماكت معي من غير استثمارات كثيرة ومن غير فرص عمل كثيرة آآ آآ بتتم والناس تلاقي فرص فرص عمل بشكل كبير ومعبدلات البطالة آآ تنزل بشكل كبير آآ 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 ده التحاصل هيحس بيه الناس لكن بشكل تدريجي الصدمة اللي كانت أو يعني الصدمة اللي كانت موجودة في 2017 نتيجة مجموعة الإجراءات اللي هي وصلت دينا للتضخم في وقت الموقع في نسبة 35% ده يعني ده ده بشكل كبير استقر آآ آآ جدا وزي ما قول حيك إن احنا بنشوف معدلات التضخم بالسالب معناها إنه في يعني إلى حد ما استقرار في آآ يعني معدل ارتفاع الأسعار مش بنفس الوتيرة اللي فاتت بالزبط كده بالزبط كده فبالتالي إنه قيمة الفلوس ما بتقلش به نفس الشكل اللي شوفناه قبل كده بس برضو حريك ما بتقوليش يعني أحوال الناس 2018 هل وضعهم هيبقى أحسن حياته ما تبقى أفضل شوية مش عايزة أقول أسعار تنزل لكن الأسعار تبقى مستقرة ويبقى فيه فرص عمل أفضل أكتر لا الأسعار هتبقى حيك يعني في رأيي أن الأسعار هتبقى مستقرة لأن استقرار الأسعار له أكثر من شكل واحد الانتجية اثنين التوزيئة ثلاثة اللي بنسميه الصدمات اللي جاي من بره إحنا طبعا بنرأب الأسعار للمنتجات اللي بتيجي من بره لو أمحى أو درق أو غيره ده من ناحية من ناحية تانية بنشوف الانتجية موجودة في السوق المحلي شكلها إيه حيك يعني تتذكري طبعا أنه سات الرئيس ابتتح الصوبات الزراعية واللي ممكن ييجي منها كإنتاج زراعي في الفترات القادمة فبيوفر انتجية في السوق المحلي كبيرة جدا وده بيساعد كل ما العرض بيزيد كل ما الأسعار بتبقى مستقرة إلى حد جيد فبالتاني ما بيقاش التأثير وتاني حاجة حيك زي ما قلنا قبل كده أنه الإجراءات الاستحارة للإستطادي إنك تم حيك بتعملي إجراءات إستحارية أي وفر بيحصل منها بيروح من ناحة تانية بيتحطف شبكات الحماية الاجتماعية بشكل كبير بحيث أنها يبقى توجيح الدعم للناس بتتحقه زي ما عملنا يعني مثلا بطاقة تموين حضرتك إنه في سنة في مايو 2016 كان بطاقة تموين الفرد بيأخذ عليها 15 جنيه في يوليو 2017 كان بيتاخذ عليها 50 جنيه يعني بنتكلم فيه 230 في المائة أخذها الحقيقة إزاي زائد الزيادات اللي حصل في المرتبات والمعاشات وتكافل وقرامة وقصد ضريب وغيره كل ده طبعا كان فكرة نحن تقليل الضغط نتيجة الإجراءات الاستحارة لكن الأمر الأهم هو استثمارات والناس هجد فرص عمل وإذا فيه فرص عمل كبيرة والانتجاية في الدولة والنمو يزيد بشكل جديد هنشوف رفع الأسعار الوقود بعد يونيو ولا ده لسه مش واضح لا ما فيش حاجة أخذ ده طالب ده أشكرك شكرا جزيلا سيد عمر الجارحي وزير المالية